لو لا مصطفى شبير كانت النتيجة هتبقى مؤكد سلبية للنادي الأهلي علماً ان مصطفى شبير تصدى لسلاس كرات خطيرة جداً من الإسماعيلي الفكرة بقى مش النوعية بس كرات خطيرة الفكرة توقيت هذه الكرات أو هذه الفرص توقيت هذه الفرص كانت كفيلة انها تغير مجرى المباراة تماماً تعال نبدأ واحدة واحدة وخليك معايا في التوقيتات عشان التوقيتات دي مهمة جداً الكرة دي طبعاً أخطاء دفاعية وأجيلك برضو في الدفاع النادي الأهلي بس بعد شوية دي كرة من عبد الرحمن مجدي تصدى لها مصطفى شبير في ديئة كان في ديئة 43 كلال متقدم وكان والد الإسماعيلي يخرج من الشوت الأول متعادل في النتيجة والتعادل ده يريح لإسماعيلي ويريح حتى أفكار الكابتن إهاب جلال بشكل كبير جداً في الشوت الثاني فالتوقيت ده توقيت صعب جداً أنك تسجل هدف في نهاية الشوت كان يبقى صعب جداً على الأهلي وطبعاً كان هيدي أفضلية للإسماعيلي دي الفرصة التانية الأهلي مازال متقدم واحد سفر تمام؟ دي فرصة تصدى لها مصطفى شبير بروعة أيضاً وكان ممكن يتعادل فيها الإسماعيلي في بداية الشوت الثاني بعد ست دقائق فقط من بداية الشوت الثاني وكان أيضاً وارد أنه مجرى المباراة يتحول بعدما الأهلي سجل هدف الثاني وبعدما الإسماعيلي حتى سجل هدف من ضربة جزاء تعرفين الأهلي في الدوري في الفترات الأخيرة يسجل فيه هدف بعد ديئة تسعين كتير الكرة دي كانت في ديئة واحد وتسعين وتصدى لها مصطفى شبير وأنقذ النادي الأهلي من تعادل مؤكد أمام الإسماعيلي وبمعنى أدق عشان أبقى أمين يعني هو أنقذ الأهلي بحكم هذه الفرص من الخسارة في مباراة اليوم فمصطفى شبير النهاردة أنقذ الأهلي الأهلي النهاردة ما عملتش مباراة كبيرة ولو حطينا فرق الإمكانيات وفرق الخبرات وفرق الاستقرار لصالح النادي الأهلي فالإسماعيلي النهاردة قدم مباراة كبيرة جدا قدام النادي الأهلي حتى وهو خسران بتتكلم النهاردة تصدى لأربع كرات تلاتة منهم كانت أهداف مؤكدة اللي انت شفتوهم منذ لحظات وبعد كده تلات تصديات من منطقة الجزاء وتصدي واحد من خارج منطقة الجزاء وتلات كرات طولية صحيحة وعمله طيب ترجمة نانسي قنقر